لو بيدي يا حيين كنت بالأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنمي يا الحال الأجل بينك وبيني بصوت الموت كنت بالأمك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماء بأحمد وفي الأرض أب القاسم محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق فإذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنى ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق فإذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنى فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا يا ابن النبي المصطفى يا ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكي يا 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 لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك بايا باياك تبتل من كربلايا بدم ولايا تبتل عيني بالدموع الجارية أنسيت أنسيت رزاياكم رزيتنا التي وهونت الرزايا الآتية يلي تناشدني على من تهمل العاية والله يلي تناشدني على من تهمل العاية كل البكى والنحو الحسر على حسن حبا بقلبي وتظهري بصبها دموعي أنا مجبور في حب ولايا نشوف بطوعي لكن ياريت ياريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدنا يتعفرت مني الخد أبشي 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 على مصاب بكل صبح ومسي آيه ومسي أنحب وساعد علبك الزهر الزكي لازال تندب يا ضحايا آيالغايا الآيالغايا إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحيا لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد سبحان الله أنا في سياق البحث جاءني سؤال من إحدى الأخوات وأنا القادم أسلمني هذا السؤال من ثلاث مشتقات وإن شاء الله كأنما سبحان الله البحث معه يمتماشى مع الأسئلة تماما السؤال الأول أنتم الشيعة هل تعبدون الله أم من الأئمة السؤال الثاني هل طعامكم الذين تطعمونه حلال أم ما أهل لغير الله السؤال الثالث ما دليلكم بصحة البكاء على الحسين عليه السلام وإن شاء الله أجيب على هذه الأسئلة الثلاثة بكل صراحة وبالدليل القاطع من الكتب والأسانيد المختلفة لأنه ليست بالأسئلة الصعبة أبدا الله سبحانه وتعالى هذا جواب السؤال الأول الله سبحانه وتعالى يقول كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف ما كان موجود خليقه من العرش إلى الفرش من الذرة إلى المجرة الكل كان في العدم لم يكن هناك شيئا موجودا إلا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفية أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف طيب الخلق الذي خلقه الله ليعرف به ما هو السماء والأرض الجبال والنجوم القمر والشمس الجن والإنس ما هو الخلق الذي خلقه الله لكي يعرف به نفسه سبحانه وتعالى الخلق الذي خلقه الله هم العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه وعلم وهم أول الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقوا في عالم يسمى عالم الأنوار كما يقول السيوطي والحاكم في مستدركه الحاكم النيسابوري في المستدرك وكما يقول لسان الميزان وإن أبو أبن خاذبيه في الإمامة والسياسة وصحيح مسلم وصحيح البخاري والترمذي والنساء وإبن ماجة وصحيح المسلمين جميعا تقول بأن عالم الأنوار ما هو عالم الأنوار هل هو من مبتدعات الشيعة وخزعبلاتهم لا عالم الأنوار عالم متقدم خلق الله فيه فقط أنوار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق في الكافي الشريف في الجزء الثاني والخمسون كنا أنوارا نسبح الله حيث لا تسبيح ونقدس الله حيث لا تقديس ونهلل الله حيث لا تهليل ونكبر الله حيث لا تكبير أربعة عشر ألف عام من سني الله لم يخلق الله معنا أحدا أبدا إلا أنوار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم الخلق الأول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم من قد ابتدأت بهم الخليقة يجي واحد يقول والله أنت قد اتغالي في هذا الكلام لحبك لمحمد وآل محمد تتطرف وتأتي إلى الغلو لا الوضوح يكون بشدة أكبر والحديث معروف عند الخاص والعام جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عندما دخل على النبي هذا حديث معروف مشهور لا يخفى على أحد أبدا يا مؤمنين جابر بن عبد الله الأنصاري دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسأله سؤال قم في الذكاء سؤال قم في العقيدة سؤال قم في أنه يكون تحريك العقول ما هو هذا السؤال قال من أول ما خلق الله يا محمد اللهم صل على فتبسم رسول الله قال اعلم يا جابر بن عبد الله أنه أول ما خلق الله نوري اللهم صل على محمد وآله محمد شايف الملاحظة شنو قال رسول الله نوري نوري نحن البشر الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة عندما الله خلق آدم واضح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من شنو؟ من طين النبي يقول لجابر أول ما خلق الله نور ما قال طين بينما القرآن عندما يتحدث عن الناس المخلوقين العاديين البشر يقول عندما الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة أجمع إلا إبليس ولاحظوا الخلق الثالث ما هو إبليس أبا واستكبر الله قال له يا إبليس لما لم تكن مع الساجدين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هناك خلق ثالث من النار اللي هما الجن فتبين أن الخلق ثلاثة نور وطين وشنو؟ ونار فهذا الخلق الأول الذي خلق الله فيه أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالدليل القاطع أنهم نور الله والقرآن واضح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات واحد يجيز تشكل الله سبحانه وتعالى لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف يا إخوان درسنا هذه الليلة بالعقيدة بالعقيدة الصرفة لأن كثير من الشباب مع شديد الأسف وشايفين بعض الناس من الذي ينزل آل محمد ينزل من تلك الدرجات ولكن هيهات يريدوا أن يطفئوا نور الله وهذا مستحيل لأنهم خلقوا من نور الله الله يقول الله نور السماوات والأرض الله ليس كمثله شيء شلون الله يقول نور السماوات والأرض لأنهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الدالون إلى الله والذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى ما عرف الله حق معرفته ولا أطاع الله حق طاعته ولا عبد الله حق عبادته إلا محمداً وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم بأبيهم وأمي لم يأتوا بالمعصية وكيف يأتوا بالمعصية والقرآن قد ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ويطهركم تطهراً مع ملاحظة شديدة يا مؤمنين أنهم خلقوا من نور الله نور الله كله علم نور الله كله معرفة نور الله كله إحاطة نور الله ليس فيه جهل لذلك ترى محمداً وآل محمد لا يذهبون إلى الغير يولد الإمام عالماً بما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة لأنه أساساً مخلوقاً من نور الله الذي كله إحاطة فالإمام محيط بالسماء وفي الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى لذلك أعطاهم الله ما لم يعطي أحداً من العالمين الآن الجواب على هذه الأخت السائلة التي تقول هل أنتم تعبدون الله أم الأئمة؟ لا يا أخي لا يا عزيزتي نحن نعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ في عز جلالته صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيراً لا إله إلا الله وحده لا شريك له العباد لله الواحد الأحد ومحمداً وآل محمد مخلوقين من قبل الله محتاجين إلى فيوضات الله سبحانه وتعالى شأنهم كشأن باقي الأنبياء والرسل الكل محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وهم عباد لله سبحانه وتعالى لا يستنكفون عن عبادة الله أبداً ولكن الفرق بينهم وبين باقي الخلق أن الله علاهم بتعليته وسما بهم إلى رتبته وفضلهم على العالمين وجعلهم محل ابتلاءاته فصبروا على ما جاء من الله سبحانه وتعالى فالعبادة لله لا نشرك به شيئاً أبداً وأن محمداً وآل محمد لذلك أشهد أن محمداً عبده ورسوله العبودية قدمت على الرسالة فخر الإنسان فخر المخلوق أنه يكون عبداً لله هذا هو الفخر لذلك تقدم العبودية حتى على الرسالة يا مؤمنين قدمت العبودية هناك عبودية لله وهناك عبودية للنبي وآل النبي لأنهم في طاعة الله لأن محمداً وآل محمد لا يدعون إلى أنفسهم يا مؤمنين محمداً وآل محمد إنما في كل أحوالهم في كل حركاتهم في كل سكناتهم إنما يدعون إلى الله الواحد الأحد ويذهبون إلى عبادة الله لذلك انظر إلى كلام النبي أربط كلام الله القرآن الكريم بكلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلام النبي في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا ما هو قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفتريقا الكتاب والعترة لأن مهو الكتاب أخو ناس قالوا حسبنا كتاب الله فقط أخذوا القرآن تركوا العترة مهو القرآن يراد له مفسرون يراد له حمل القرآن الكريم فيه محكم ومتشابه فيه ناسخ وفيه منسوخ لذلك ترى ذلك الفذ عظيم الإنسانية الخالد أمير المؤمنين له كلمات رائعة رائعة في القرآن يقول والله ما نزلت آية في ليل أو في نهار في حضر أو في سفر في جبل أم في سهل في بر أم في بحر في ليل أو نهار إلا وعلمني إياها حبيبي رسول الله فأنا أعلم بها وبما نزلت ولمن نزلت وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم فهكذا رسول الله اعطوني وهذه الأحاديث أكثر من أربعين حديث يا مؤمنين بالصحاح مو مر ومرتين وعشر رسول الله يكرر هذه الأحاديث لأن النبي يعلم بأن القرآن لا بد له من العترة والعترة لا بد لها من القرآن الكريم في أكثر من مناسبة رسول الله اعطوني في آخر لحظات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمعوا حوله أوصنا يا رسول الله عظنا يا رسول الله أعطنا من وصاياك يا نبي الرحمة قال اعطوني بكتف ودوات كتف أول ما كان هذا الوراء كان يكتبون على كتف الغزالة ودوات هذا الحبر النبي قال اعطوني بكتف ودوات أكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتب لكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا ما هو؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيت إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت وهذه الأحاديث التي لن تها أهلاء مثل أهل بيتي فيكم سفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غريقة وهو وشايفين تقول الطفان طفان نوح عندما لف العالم بأكمله ما بقى أحد ما سلم أحد أبدا نوح دعا الله دعا إلى عبادة الله تسعمية وخمسين سنة في قومه حتى أنهم قد ملوا مين كلما يمروا يدعوا الله تسعمية وخمسين سنة ترشي موشوي يعني شيء مرير هذا بالقلب تدري كم واحد آمن مع نوح بالتسعمية وخمسين سنة عشرة عشرة نفرات سوموهم سوم العذاب نوح ارتكى إلى الله بعد خلاص فاضت فيه قال يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا وكلما دعوتهم وضعوا آذى أصابعهم في آذانهم ما يبون يسمعون واستكبروا استكبارا ما يبون يسمعون كلامي يا رب نجني من هؤلاء الله قال لروح اصنع السفينة يلا عمل السفينة ثم قال سعد خلي ركب كل زوجين منها جاء جبرايل عندما اكتمل بناء السفينة جاء جبرايل بأسماء خمسة مسامير من الجنة قال يا نوح دقها في هذه السفينة قال لا 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 ما كان لها قال دقها فوالله والذي خلقني وخلقك من العدم إلى الوجود لو لا هذه الأسماء لما تنجو لا أنت ولا هي فدقها القرآن ما تركها لأهل البيت وتركناها آية القرآن أي آية تركت تركت الآية التي هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلام اللهم صل على محمد وعلي محمد أفارت النور والماء من السماء والأرض وهي تسير في موج كالجبال القرآن يقول كالجبال تلف الدنيا ابن نوح راح وقف على جبل قال يا ابونا يركب معنا قال لا سوي إلى جبل يعص منه قال لا عصم اليوم من أمر الله خلص انتهت فهاء النبي عندما يضرب هذا المثل مو بس احنا نقول كسفينة نوح لا لأنه الذي لا يتمسك بمحمد وآل محمد ولا يطيع محمدا وآل محمد وليس في قلبه ولاية محمد وآل محمد القرآن يقول مو أنا أقول فجقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هذا صريح النبي كلام النبي وصريح كلام القرآن يا مؤمنين بالدليل القاطع مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح من ركبها يعني من تولى بمحمد وآل محمد وطاع محمد وآل محمد واقتفى أثر محمد وآل محمد فإنه من الناجين مثل أهل بيت فيكم كالنجوم القرآن يقول وبالنجم هم شنو؟ يهتدون مثل أهل بيت فيكم كالنجوم فيمن اقتديتم اهتديتم لأن محمدا وآل محمد سلسلة واحدة مترابطة الحلقات أولها بآخرها وآخرها بأولها أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد بل كلنا محمد صلوات الله وسلامه الله وسلامه الله وسلامه وآل محمد معناه أنه علمنا واحد منشأنا واحد طهارتنا واحدة تقربنا إلى الله واحد نور واحد لا يختلف أبدا لا غنى للقني أو الكبير أو الصغير أبدا لذلك ترى الإمام الحجة عجل الله تعالى ضرجه الشريف عندما سئل الإمام العسكري من الذي يتقدم فيصلي عليه قال الإمام من بعدي خمس سنوات عمر الإمام الحجة يقولون بينما نحن كذلك بعد أن فاضت روحه يقول خرج علينا غلام وجهه كالبدر الطالع اللهم صلى الله أمو أمو من الوحي والدين طالعين قال تنحو فأنا أولى بالذي ألي فيه أبي يقول فقسله وكفنه وحنطه ثم تقدم فصلى عليه خمس سنوات أمر الإمام إحنا ما عندنا اعتناء للصغر والكبر يا مؤمنين وإذا كان في بعض الاستشكالات فهذا عيسى بن مريم قد تكلم بالمهد صبية وإحنا عندنا جميع لأئمة تكلموا بالمهد صبية بل أنه ما عند الأنبياء خذها صريحة الآن خذها صريحة من الآخر أعطيك حتى لا أطول جميع الأنبياء جميع المرسلين معاجزهم ما جاءت بهم من عصى موسى من نار إبراهيم من عيسى لا أكمه ولا أبرص ها بإذن الله يخبر الناس ما يدخرون في بيوتهم وغيره من الأنبياء والمرسلين كل معاجزهم إنما ببركة محمد وآل محمد صلوات الله وصلاة الله غير هذا ما عندنا غير هذا ما عندنا بالصريح نقولها لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم هم العباد المكرمون لذلك النبي عندما الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذهب إلى طريق محمد وآل محمد حتى بالنهاية المحصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى لأن محمدا وآل محمد يذهبون إلى رضا الله سبحانه وتعالى لأن من يطيع محمدا وآل محمد في النهاية عنده جنة المأوى بالنهاية الحتمية ما في احد يقتفي اثرهم ويطيعهم ويأتمر بامرهم وينتهي عن نواهيهم ويذهب عن ذلك لانهم هم الصراط وان شاء الله في ليلة اخصصها للصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فليس هناك صراطا مستقيما افضل منهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ادم الله سبحانه وتعالى لما خلق وامر الملائكة ان تسجد له تقول رواية اخذته الزهوة الملائكة منظر عظيم واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه المنظر عظيم الملائكة في الحقيقة ان سجود الملائكة ليس لآدم اولا طاعة لله لامر الله سبحانه وتعالى الان انا اسألك سؤال اسألكم بالله احنا جايين نصلي ونصوم ونعمل الاعمال التي الله يأمرنا هل الله محتاج لنا ها الله غني مطلق حطها في بالك الله غني مطلق عن العالمين عن العباد عن الخلق يعني العالم لو كل العالم عبدوا الله حق عبادته واطاعوا الله حق طاعته والجن والانس والحجر والمدر والحشر ومن العرش الى الفرش من الذرة الى المجرة كل كانوا طائعين لله اسألك بالله هل يزيد في ملك الله شيء ولو ان العباد كل العباد عسى والله والعياذ بالله هل ينقص من ملك الله شيء عابدا الله غني مطلق عني وعنه ولكن القرآن يقول وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا والخير كل الخير الذي نقابل به الله بوجه مشرق هي محبة وولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم طيب ادم اخذته الزهوة قال يا رب الله سبحانه وتعالى خاطبه قال يا ادم ارفع رأسك وانظر ماذا مكتوب في ساق العرش يقول رفعت رأسي واذا باسماء اربعة عشر تتلأ قلت يا رب او خلقت آدما قبلي قال لا ولكن وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لولا هذه الاسماء لما خلقتك ولما خلقت شيئا في الوجود ابدا فلاجل خلقتهم لاجلي وخلقت كل شيء لاجل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم اخاف واحد ولا يصير معاه شيء ها انت شنو قاعد تقول اليوم شنو قاعد اشوف المسألة اليوم رافعة مرتفعة شوية اسمع اسمع كلكم سامعين حديث الكساء كلكم قارين حديث الكساء ها هذا الحديث العجيب الامام الصادق يقول ثلاثا كنا نحرص تعليمها ابناءنا كالصلاة والصيام ثلاثة اهل البيت كان يحرصون على تعليم ابنائهم هؤلاء الثلاثة قيل له يا ابن رسول الله ما هي قال اولا تسبيح جدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلم وايضا ان شاء الله في ليلة بالصلاة موضوع الصلاة سوف اذكر التسبيح وبركات التسبيح وما هو التسبيح تسبيح جدتنا فاطمة الزهراء في دبر كل صلاة اثنين خطبة جدتنا فاطمة الزهراء كان يحرص اهل البيت على تعليم ابنائهم صغارا وكبارا يحفظونها عن ظهر قلب بمعانيها بدقائقها لانها فيها مرتكزات عجيبة وكبيرة خطبة الزهراء صلى الله عليه وسلم اما الثالثة فهي حديث الكساء حديث الكساء بالمجمل يعطيك ملخصا من هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم معروف الحادثة ان النبي صلى الله عليه وآله دخل على ابنتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابني اتني بالقساء اليماني فغطيني بردة مهدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت فقد تقول جئت فغطيته بها فرأيت وجهه يتلألأ كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله الله صلى الله عليه وآله حتى لا يروح علينا الوقت جاء الحسن جاء الحسين جاء امير المؤمنين دخلت الزهراء معهم ها فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اومأ بسبابته اليمنى وهذا الحديث كالشمس في رابعة النهار لا ينكره احدا من المسلمين ابدا كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا ينكر حديث الكساء اليماني فالنبي جل لهم صلى الله وسلامه عليهم اجمعين ثم اومأ الى السماء بسبابته اللهم ان هؤلاء خاصتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يفرحني ما يفرحهم فاجعل بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عني وعنهم الرجسة اهل البيت وطهرهم تطهيرا فنزل جبرائيل بالآية بعد ان الله سبحانه وتعالى شوف شوف اني الكلام من من الكلام الان مو مع احد الكلام من من الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اعلموا الان هذا النقطة اطلع من هذا البحث بهذه النقطة اعلموا اني ما خلقت سماء ولا ارضا ولا شمسا ولا قمرا ولا فلكا ولا بحرا ولا ولا الا لاجل هذه الات اسماء وهؤلاء الذين هم تحت الكساء ضجت الملائكة اسألكم بالله الملائكة مخلوقين من ماذا نور احسنت يا ولدي احسنت من نور طيب اهل البيت مخلوق من ماذا من نور ايضا النور لماذا لم يرى النور والملائكة قالت يا رب ومن تحت الكساء ضجت الملائكة جبرائيل ميكائلة اسرافيلة ازرائيل ملائكة العرش الروح رئيس الملائكة تنزل الملائكة والروح الملائكة ما استطاعت لانه يا مؤمنين في تلك اللحظة تجلى محمدا وعال محمد بالنورانية الحقيقية المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية الذين خلقهم الله عليها من نور الله الاعظم فلا يستطيع احد ان يرى نورهم الا خالقهم سبحانه وتعالى لذا ارسلوا على محمد لذلك لم يستطع لم تستطع الملائكة ضجت رفرفت باجنحتها يا رب من تحت الكساء واسمع اسمع قال هم هم جمعهم بمن بفهم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها صلوا عليهم اجمعين ففي هذا الاشياء البسيطة وبدون تعقيد سلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشف والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في ابياتهم نزل الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد فمحمد وآل محمد فيوضات محمد وآل محمد علم محمد وآل محمد إحاطة محمد وآل محمد كلها في مرضات الله يمؤمنين فالذي يتبعهم يكون شنو من الناجين من الذين يرضى الله ان الله ليرضى لرضاكم ويغضب لغضبكم يا اهل البيت وكما انا اعيد واكرر اهل البيت ما دعوا الى انفسهم يا مؤمنين ابدا ما سمعنا امام من الامة هذا امير المؤمنين لما جاءته الخلافة الظاهرية اسألكم بالله هل سمعتم ان علي ابن ابي طالب قد ركن الى قصرا من القصور كما فعل غيره او صعد على كرسي مرصع بالجواهر والياقوت والدرر كان في بيت في الكوفة اذا وقف ضرب السقف رأسه كان يأكل شيء من الخبز الجشن والملح يمسح على بطنه يقول تئسن لمن ادخله بطنه النار ما لعلي ولملك يفنى وملك الله يبقى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ما كانوا كالذئاب الذين كانوا يفترس الدنيا ابدا طلقوا الدنيا ثلاث ولكنهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ميزان عدل الله سبحانه وتعالى في ارضه وفي سمائه فمن مشى معهم واستقام على خطهم فطوبى له والويل كل الويل لمن خالف محمدا وآل محمد مهوف صريح لعن الله من ازالكم عن مراتبكم التي رتبكم الله الله اللي مرتبهم بهذه المراتب مو انا وانت مو زيد وعبيد هذا ترتيب الهي يا مؤمنين محمدا وآل محمد ترتيبا الهيا صرفا ليس لزيد او عامر فيها شيء ابدا لانهم ميزان العدل ميزان القرآن صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والعالم كل العالم يريد محمدا وآل محمد ويحتاج محمدا وآل محمد لان الله جل الله عن مباشرة خلقه عندنا الذات وعندنا المشيئة الذات الباب فيها مسدود والطلب مردود لا يعلم بذاته الا هو سبحانه وتعالى لا نبي مرسل ولا ملك مقرم لا يعلم بذات الله الا هو سبحانه وتعالى احنا ما نخوض بالذات الالهية كما يخوض بها غيرنا من الذي يقول ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل ومن هم من يقول ان الله يحطر لف الجهنم ومن هم وهو الاحاديث اللي ما ادري منين جاي لا ذات الله مصانع وتبقى عندنا المشيئة المشيئة التي الله قدر بها على كل شيء سبحانه وتعالى احاطته بمشيئته وجوهر المشيئة وكبد المشيئة مشيئة الله شئنا الذي شاء الله سبحانه وتعالى وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ففي الحقيقة الالهية المحمدية في المشيئة هم محمد وآله صلى الله عليه وسلم لذلك ترى العلم واحد ولاحظوا من غريب هذا المذهب من غريب هذا التسلسل المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي انه ما نسمع اختلاف احنا الآن بالمذاهب جميع المذاهب تختلف فلان يقول شيء زيد يقول شيء آخر في نفس المسألة كل واحد له رأي قد يختلفون في المسألة الواحدة وفي اختلافات كثيرة وما بأفصل احتراما للمجلس حقيقة ما بأفصل وإلا في اختلافات كثيرة وكبيرة في المذهب الواحد بين المذاهب الحنبلي يقول شيء الشافعي يقول شيء هذاك يقول شيء بالمسألة الواحدة بينما انظر إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتحدى الكل والجميع ونعلونها صراحة ما عندنا حديث قال أمير المؤمنين شيء ثم يقول الإمام الجواد شيء واحد في نفس هذه المسألة أبدا وما عندنا قال الإمام الحسن شيء وقال الإمام الكاظم شيء آخر في نفس المسألة بل أنهم نورهم واحد ومصدرهم واحد وقولهم واحد وعلمهم واحد وهو من الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا ما يجعل قلوب المؤمنين تهفو إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجعل أفئدة من الناس مو كل الناس مو كل الناس وجعل أفئدة من الناس تهوى أو تهوي إليكم ما خاب من تمسك بكم وأمنا مل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن حتى لا يأخذني الوقت ولا أطغل عليكم أكثر أجيب السؤال الثاني هل الطعام الذي تقدمونه هو ما أهل لغير الله هتعرف شنو ما أهل لغير الله يا أختي الكريمة نحن عندما نذبح هذه الذبيحة ما نقول باسم الحسين نحن نقول باسم الله الله أكبر ونستقبل القبلة يا أختي نحن ناس مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد ونبينا واحد والصلاة صلاة واحدة والشهر فرض الصيام واحد والزكاة واحدة والأعمال الإسلامية واحدة بأركان الإسلام لا فرق بين الشنين ولا شيعي والآن إذا في اختلافات فلك رأيك المحترم ولنا رأينا المحترم أما ما أهل لغير الله ما أهل لغير الله كان في قبل الإسلام المشركون كانوا يعملون مثل المسابقة بالجمال بالخيول أي مثلا يقوم ذلك الرجل فرسه هذا يسبق الفرس كلها فيقدم ثلاثون مثلا بعيرا ثلاثون جزورا تذبح هذا مو لله جاي يذبح حلم نفسه لأنه فاز بهذا الشيء هذا ما أهل لغير الله الجواح الثاني يفوز عليه يقدم بجال الثلاثين أربعين مثلا يأخذ الآخر خمسين فهذا يحتفظ مثل الميدالية مالة العلمبيات يحتفظ فيها إلى أن يأتي واحد يكسر هذا الرقم هذا ما أهل لغير الله الله حرم لحم هذا الشيء لأنه ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى أما ما يذبح في سبيل الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما قربة إلى الله تعالى نحن نقول بسم الله الله أكبر ونستقبل القبلة ونذبح بذبح الشرعي وهذا الطعام فيه بركة عجيبة كم من مريض قد شافاه الله ببركة طعام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الله السؤال الثالث ما دليلكم بصحة البكاء على الحسين هذا أحسن من الشمس في رابعة النهار ارجعي يا أختي إلى الصحاح الستة بدون استثناء في حديث أم سلمة تقول أم سلمة صلوات الله عليها بأن ورضوان الله عليها جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أشعثا أخبر حمامته منهدلة على كتفه والتراب قد غطى وجهه وثيابه وهو يبكي بكاءا شديدا رسول الله ينتحب مو بس الدموع تنزل على خده رسول الله كان رسول الله ينتحب نحيبا قلت حبيبي يا رسول الله أين أنت قد غبت عنا من الصباح إلى المساء وما لي أراك على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة قال يا أم سلمة الآن رجعت من أرض يقال لها كربلة ورأيت مصرع ولدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام أمة تدعي عصابة من أمتي تدعي أنها من أمتي لا أنا لها الله شفاعت يا أم سلمة هذه تربة من تربة الحسين ضعيها في قارورة وترقبيها سنة بعد سنة فإذا رأيتيها قد تحولت إلى دم عبيطة فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل هذا حديث واضح صريح لا لبس فيه أبدا يا مؤمنين واللي عنده غير هالكلام أنا مستعد أنا القصير اللسان والكليل البيان فليأتي والمصادر بدال العشر عشرين وبدال العشرين أربعين بل اثنان وسبعون مصدر تتكلم في بكاء الحسين وتربة الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة ضعيها في قارورة تقول أم سلمة فكنت أترقبها يوما بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن جهزت سنة إحدى وستون في يوم عاشورة وإذا بالسماء قد أظلمت علينا لا يومك يومك أبا عبد الله وإذا بالسماء قد أظلمت علينا وإذا بها تنطر علينا دما عبيطة تغير الكون تغيرت الأجواء أرى الأرض قد ارتجفت تقول ذهبت إليها وإذا بتلك القارورة قد انفجرت وتحولت إلى دما عبيطة بما أنك قد توجهت إلى كربلاء هذه الليلة الثانية وهي خروج الحسين صلوات الله عليه بل هي ليلة نزول الحسين في كربلاء وهو خامس أهل العباء صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين لما هلك معاوية يزيد أرسل إلى الوليد واليهم في المدينة خذ لنا البيعة من الناس عامة ومن هؤلاء النفر خاصة وذكر منهم الحسين ثم كتب أما الحسين بن علي بن أبي طالب فإن بايع ولا فإلا فاجعل جواب كتابي إلي برأسه والسلام الوليد أرسل على الحسين جاءه كتاب أنه أقدم الإمام الحسين عليه السلام التفت إلى بني هاشم ثمانية عشر بطل يقدمهم أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه قال يا إخواني يا بني عمومتي يا أولادي إنني ذاهب إلى هذا الذي يدعي الولاية وإني لداخل عليه أنتم قفوا على الباب إذا ارتفع صوتي فاهجموا أما إذا لا ما في صوت خلكم على الباب لا أحد يتقدم وفعلا الإمام الحسين دخل سلم بأبيه هو وأمي بعد استماع الجواب هذا يقولون الوليد يعني كأنه نوعا ما كان مؤدب متأدب مع الإمام الحسين رفع الكتاب تفضل أبا عبد الله الإمام الحسين قرأ الكتاب خذ لنا البيعة من الناس عامة ومن الحسين بن علي خاصة الإمام الحسين قال له يا وليد نصبح وتصبحون ونعمل وتعملون وإن لنا في غدا لا اجتماع أنا سوف أغفي يوم غدا أجتمع في المسجد مع المسلمين وأخطب خطبة أبين فيها رأيي من الناس كافة ومن هذه الأحداث كافة قال له غدا إن شاء الله بالمسجد قال بلى قال اذهب راشد مع أبا عبد الله يلا مع السلامة هنا رفع قصيعته ذلك الملعون قال وليد احبس الرجل فإما أن يبايع الحسين أو اضرب عنقه هنا سمعه سيد الشهداء أبي الضيم رجع الإمام كان الحسين عليه السلام في باب خروجه يبيطلع رجع إليه الحسين قال من يضرب عنقي أنت أم هذا أميرك اسمع أنت تكلمت معي باللين وأنا الآن أعطيك إياها صراحة إن يزيد شارب الخمور وراكب الفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله أعطيك إياها الآن بدون خطبة وإن كنت بطلا فتجرأ وانزل علي في ساحة القتال تقول فأخذ يرتعد ذلك الملعون لما سمعوا صوت الحسين هجمت بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها وأخذوا الحسين وخرجوا معه ومن تلك اللحظة يا مؤمنين أصبح الحسين مطارد أصبح الحسين مطارد من الدولة الشقية وفعلا أرسل ذلك الملعون أربعة ماء من الفتاكة من القتالة قال لهم ليس لكم شغل شاقل أقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعب أنتو شغلكم فقط اغتيال الحسين لذلك الحسين أحس بهذه المكيدة تقول الرواية بأبي هو وأمي أخذ أعله يفتقدونه بالليل الإمام الحسين إما أن يقضي ورده يصلي صلاة الليل أو يأخذ هجعة بأبي هو وأمي لا في مفراشه ولا في محرابه ذهبوا به وإذا به قد لسق قبره صدره على قبر جده رسول الله ودموعه تتحادر جد يا حسين جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك انظر يا جد كيف أنا مطارد تقول الرواية أخذته خفقة الإمام الحسين وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله ولدي حسين أخرج إلى أرض مصرعك أخرج إلى أرض مصرعك فإن لك مكانا بالجنة لا تناله إلا بالشهادة رحمك الله يد مستاني ضمني عندك يا جدايا في هذا انظر علني يا جد من بلواز ما ياني أستر أضاق بيها جد من فرط الأسايا كل فسي جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وعشاب الهم راسي قبل عبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وحزم سابق ما يحدث يا رسول الله ما الذي سوف يحدث تتحمل هذه الأبيات تتحملها ماذا سوف يحدث يا رسول الله قال ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وحسينا صحو نادي وحسينا وإماماه ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبغى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمران قد علي صدرك الزاكية بالسيف يحز الودجة يا حبيبي يا حسن نور عيني يا حسن عند ذلك يا مؤمنين قام الحسين من على قبر جده ذهب إلى بني هاشم قال هيؤ الهواجد فقد حزمت على الرحيل يقول ابن الطرماح ورأيت ذلك اليوم وقد تزلزلت المدينة فما زال يخرج كل هاشمي بعلوية وإذا بهاشمي قد خرج وهو يقول تنحوا عني يا بني هاشم أثنى ركبته فأصعد امرأة مخفرة مخدرة سألت من هذا قالوا هذا علي الأكبر وهذه أمه ليلى يقول وعدى بولد شباب كأنه فلغة قمر طالع قال تنحوا عني يا بني هاشم خرجوا أثنى ركبته ثم أصعد تلك الخفرة المخدرة سألت عنه من هذا قالوا هذا القاسم بن الحسن وهذه أمه رملة يقول عند ذلك خرج ثلاثة أقمار كأنهم الكواكب وهم يقولون تنحوا عني يا بني هاشم وأخرجوا البنيات والنساء سألت عنهم من هؤلاء قالوا هؤلاء أبناء علي وابن أبي طالب وهذه البنات العلوية الإمام الحسين التفت هيئ قلبك الإمام الحسين التفت قال بعد بقى أحد في أحد بعد ما طلع على الهوداد يلا نبي نحرك الغافلة إحنا عزمنا على السفر في أحد بعد ما طلع قال له إي إي بقى زينب زينب والله إذا الميكرافون تبسكى لي الله يخليك قال أنا بعد زينب ما طلعت التفت عباس أخي أبا الفاض هيا إلى أخذك زينب عباس هيا إلى زينب اذهب إلى زينب نزل ذهب إليها بمجرد أن رأت أبا الفضل العباس صاحت أنا بشاربك لدي قول مدري أبا الفضل أبو فاضل أنا ترى بشاربك أنا أطلع ولكن أنت الكفيل والله ما يحدث علي حدث إلا بيني وبينك أمير المؤمنين بيني وبينك الزهراء أنا بشاربك لدي قول مدري عباس يا صيوان خدري عند ذلك يقول أخرجها بأبي هو وأمي خرج الحسين بأبي هو وأمي بعد أن ركبت ورفرفت تلك الرايات العلوية على هودة زينب تحركت تلك القافلة الحزينة مشت لحظات وإذا صوت صوت طفلة طفلة أبا حسين نور عيني يا حسين قفول العليلة قفول المريضة الإمام الحسين سمع صوتها هذا الإمام الرؤوف هذا الإمام الذي يرق قلبه رجع تقول الرواية نزل من على صحوة جواده أبي عبد الله جلس على الأرض أخذ تلك الطفلة مسح على رأسها بني فاطمة أنت عليلة أنت مريضة ولكن إذا وصلنا العراق ونلنا المراد أبعث إليك عمك العباس أو أخيك علي الأكبر فيلحقيك بك إن شاء الله هدأ خاطر عها ثم سلمها لأم سلمة وإلى محمد بن الحرفية ومشت القافلة مرة ثانية صاحت صاحت صوت أخذوني وياكم لفراشكم أشي أشيء وحط فراشكم لون جل جل أخذوني وياكم والله آية 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 وفعلا تعركت تلك القافلة مشت قطعة فيافي البرار وهي تفي إلى أن وقف الإمام الحسين في موقع يقال له القادسية قريب من كربلاء الإمام الحسين في تلك اللحظات تدري كم مع معاه الإمام الحسين تقول الرواية الذين كانوا مع الإمام الحسين ثمانية آلاف مو نفروا نفرين الإمام الحسين استعلم نهياتهم الإمام الحسين ما يرفع شعارات سياسية براقة كان بإمكان الحسين أن يستدرجهم إلى كربلاء بإمكان لأنهم هذول شنو جايين يقولون الإمام الحسين يبي ‏صير مكان أبو LORD Hawk والعراق أرض السوادي those يبي ي keinen central يجب أن نكون في الطليع والرواد الأول حتى نكون مع القواد مع الإمام الحسين الحسين استعلم نياتهم وقف خاطبا تلك الخطبة العصماء بعد أن صلى بهم صلاة العشاء قال أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني اشتياقي إلى أسلافي اشتياقي عقوب إلى يوسف خير لي مصرع عن ألاقيه كأن أوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات تعرف شنو عسلان؟ عسلان جمع ذئاب العسال يعني الذعب المفترس قال لهم أنا مرايح ترى إلى جيش قاتلني أنا سوف أقطع عربا عربا أنا سوف أمزق عربا عربا كأن أوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملعنا منها أجربة زخبة لا يوم عن محيص وخط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين فمن كان موطنا فينا نفسه صابرا في لقاء الله فليرحل معي فأني راحلا مصبحا إن شاء الله هذه خطبة للإمام الحسين في ذلك الموقع تقول الرواية اسمع تقول الرواية فما أصبح الصباح إلا ومع الحسين أربعين رجل الكل تفرق الكل راح ما بقى أحد معك أبا عبد الله ما بقى أحد مع الحسين وحدث ما عدث بينه وبين الحر الإمام الحسين قال للحر والله لا تدخلني إلى الكوفة الحر قال والله لا ترجع إلى المدينة هنا الإمام الحسين صالحه على أن يضرب الطريق يمشي بطريق ما في أحد لا يدخله الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة هنا الحسين التفت قال من منكم يدل الطريق على غير الجاد قال الطرماح ابن عدي أنا 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 يا ابن رسول الله قال أخذ هذه الناقة ويلا أحدي حتى تمشي الناقة صح يا ناقة لا تذعري من زايا جري صوتك مع الإمام الحسين مع رحل الحسين يا ناقة إله تذعري من زايا جري وشمري قبل طلوع الفاجر بخير ركبان وخير عيسري آل رسول الله آل الفايا آخر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر بينما السبط بأعلي مجدا بالمسير وإذا الحاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فدعا بثاني فأبا أن ينبعث صاح ونادى يقوم ما اسم هذه الفلا ضج ونادو تسمى كربلا هنا تنفس أبو الصعدة أبا عبد الله الحسين قال تسمى كربلا نزل من على ظهر جواده ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى الغاضريات ألها اسم غير هذا قالوا تسمى شاطئ الفرات ألها اسم غير هذا قالوا تسمى العقر قال أعوذ بالله من العقر ألها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلا قال انزلوا انزلوا ها هنا والله تذبح رجالنا ها هنا والله تصرع نساء تصرع أطفالنا ها هنا والله تحرق خيامنا ها هنا والله تسبى نساءنا وإن كان هذه كربلا نزلوا حرمنا بهدا يسباع الحريب نصبو خيامنا علوم عندي بها العراض ينسف وكدمنا موعود فيها وعد من اللوحة بأيبة زينب وين أبيات الدعاء اسألك الدعاء زينب بعدها على الناقر وتسمع الحسين ها هنا نذبح ها هنا نسبا ها هنا نحرق ها نادت العباس قالت أبو فاضل تعال 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 هذا كلام شنو هالكلام أني أسمع كلام صاعد شروع على الوالي يرد من قبل ما تجمع هالخلايا كلها علينا صاحب الفضل وشلون أتقدم أخوي بالشهر والعرض هذه كربلايا والشهر عاشه فوز وشهامة ومرجلة ونور علانه هذه يا زينب كربلايا وقصد الرجاجي هذه يا زينب كربلا أو هي قصد نايا لو ننطرد بالسييف عنها من طردنا اسمعي زينب اسمعي لكن الله الله يساعدك من بلا اتقاسي بعدنا ايب شرب جرح بايال واركوب المهازي كربلا لازلت كربا وبلا كم لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن يا الله يا الله يا الله أسألك اللهم وأدعوك بأحب الخلق إليك محمدا وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضيها له يا الله ببركة محمد وآل محمد رحم علماءنا الماضين وأيد الباقين المؤسسون لهذا المأتم والمجتمعون والسامعون والجالسون اللهم اغفر لنا ولهم ورحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين الأرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والمؤسسون لهذا المأتم رحم الله من ذكر للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات لا بيدي يا حيين كنت ظلمك وتوسد عياف وسباحي بدمك يا ابن أمي يا الحالي لا جهد بينك وبيني بصوت المؤمنين تنادي لغاية ترجمة نانسي قنقر